ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قامت الطائرات الأربع بالاندماج في تشكيل جوي واحد ومن ثم التوجه إلى أجواء مملكة البحرين عبورا بأجواء المملكة العربية السعودية باتجاه الشرق استعدادا للهبوط بقاعدة عيسى الجوية حيث أن هذا المسار يعتبر الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين ولم يتم خلال رحلة العودة التحليق على الأراضي القطرية ولم يتم استخدام المجال الجوي القطري وإن سلاح الجو الملكي البحريني يتوخد دقة والحرفية أثناء تنفيذ جميع الطلعات الجوية لضمان عدم الاقتراب من حدود الدول الأخرى